كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة بداية شكرا لكافن كافن كدخل لتواجهة دياله اليوم في الحفظ ديال إطلاق أغنية صفي سيري كيف ما كتشوفوا الأغنية كانت من إخراج الشاب سليمان بن طالب اللي طبعا نبدع في الإخراج دياله التسجيل ديالي يوسف بهيا كلمات وألحان مستر علاء الفكرة ديالكليب كانت بخبوزات علينا مطارف مستر علاء وكانت جات الفكرة أننا نعملو الكليب أنا وعواطف الكوب الطبعا اللي مشهور في الابليكاسيون ديال تيك توك عواطف تقبلت الفكرة كانت مستعدة أنها تشجل الأغنية بحكم أن أنها كانت تغني ولكن أول مرة تتاجه لمجال الغناء بصفة بخوفيسيوني السلام عليكم كنشكر كاب فانك أدخل لتواجد دياله معنا اليوم في الإطلاق الأغنية جديدة ديالنا أنا و أسامة أوزين وكان اللي الشارف نتعامل مع أسامة وهذه أول تجربة ديالي لليف في مجال الغناء وأنا فرحانة حيث غنيت مع أسامة أوزين وكنشكر الناس اللي سعبس معنا يوسف بهيا السوديو يوسف بهيا ومستر علاء كنشكره على الكلمة دياله وكانشكر المخرج جيالنا سليمان بالنسبة للمانتقلة تصورت فيها الكليب في البداية ديال الكليب كانت صور في مدينة طانجة بعد مورها صورنا في مدينة مراكوش كيف ما كتشوفوا ديك الجمولة وإنخال اللي كانوا تمك في مدينة ناخلية مدينة مراكوش وكملنا تصور في مدينة صويرة كانت جريبة رائعة جدا حيث أول مرة في أول الكليب ديالي كانت صور في مدينة طانجة وثاني كليب ما بين طانجة وأقشور هذا الكليب حاولنا أننا نمشي وشوية لجنوب المغرب اللي كانت واحد جريبة رائعة جدا وبالنسبة لكيف ما كتشوفوا في التمثيل العواطف هي دائما كتشوف تمتثل في تيك توك مزيان ولكن كانوا شوية صعوبات حيث كانت تمتثل بجدية كانت شوية كانوا نصورون عودون صورون عودون ولكن الحمد لله خرجت لقطات مزيونة بزاف وبهذا المنبار كان قولها تبارك الله عليها حيث الوقت اللي وجد الكليب كنت كان شوف الكليب وكانتفارجوه كان شوف اللقطات ديال تمتيل دياله فغير من تبارك الله عليها حيث هذه أول جريبة ليلة وأول جريبة ليلة ما شيف غير في الغينة أول جريبة ليلة في السوشال ميديا بصيفة عامة بشخروج بروفيسيونيل علاقتي مع أوسامة هي علاقات ديال الحب لما قداش نوصف لكم ومعا نزيدش نهضر في الديتا يكسر من هيدا يعني أخلي نزي السوشال ميديا يلي مسبعنا يلي تحكم عنينا ويلي تشوف العلاقة ديالي أنا أوسامة ديالاش بالنسبة لاد نقطة ايدا ديال العلاقة ديالي بعواطف نقدر نقول لك أن عواطف واحد لإنسانة اللي هي جدية في تعامل دياله القلب دياله بيط بزاف طبعا عند الغيرة علية هذي واحد الحاجة اللي طبعا اللي كان عرفها ديما أنها كتغير بزاف من ناحية ديال أن تسمع مثلا شي واحد في العالم ديال السوشال ميديا مثلا قالوا أوسامة ولا شي حاجة ولا هذا كتحاول أن تكون معاها معاها بواحد جدية اللي كترجاع عواطف آخر كان وجاء لها تحية وكان قولها تبارك الله عليك كلمة آخرى كان وجاء تحية لأي واحد تعامل معنا في هذا الكليب للناس اللي خدمت معنا في هذا الكليب اللي منهم طبعا المخرج سليمان بن طالب مستر علاء استوديو يوسف باهية كان وجاء تحية كبيرة لمرهم الرياحي على التعب دياله معنا في الكليب اللي صهرات واللي اعطتوا واحد البصمة دياله في اللباس وفي بزاف ديال حاجات وكان وجاء تحية الناس اللي كتابعنا وكان قولهم طبعا احنا بكم باش ماشيين في الخطوة المناسبة وكانت من الأغنياتنا الإعجاب ديالكم وشكرا لكم كامي تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد